المرأة للرجل لأن الله جل وعلا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة نظر شهوة يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في النظر قال لك الأولى وليست لك الثانية يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا قال لعلي كف بصر يعني كف بصرك إذا قال إذا وقع بصري على امرأة قال كف بصرك والرجل بالنسبة للنظر التكليف تجاهه أشد من المرأة لأن رجل مأمور بأن يغضى طرفه عن النظر إلى النساء ولذلك رخص له فقط في حال الخطبة إذا أراد أن يتقدم الامرأة يخطبها فيجوز له لقول النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرأ يؤدم بينكما وقال للآخر انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء والفقهة ذكروا مسألة الشهادة ومسألة القضاء كان يكون قاضي مسألة الشهود أيضا والبيع والشراء قديما قبل الفواتير الآن الفاتورة تكفي قديما يقولون يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي تبيع أو المرأة التي تشتري حتى يوثق البيع الآن الحمد لله فيه فواتير وفي كذا أغنى هذا أما المرأة فالمسألة أسهل لأن المرأة تحتاج و لذلك كانت المرأة تأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام و الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فتسأله و وصف الصحابة قال قامت امرأة برزة يعني تبرز للرجال و جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فتركها النبي عليه الصلاة والسلام و جلست فقال رجل يا رسول زوجنيها و أما حديث يذكرونه أفعم يا وتاني أنتما هذا حديث ضعيف في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأتين قال للمرأتين التي دخل عليهم عبد الله بن أم مكتوم فأمرهم بغض البصر كان كثيف كان لا يرى لا يبصر فقالتها يا رسول الله أنه كفيف قال أعم يا وتاني أنتما أنتما يعني هذا ضعيف و لذلك يجوز للمرأة أن تشاهد التلفاز و تتابع البرامج الطيبة و تستفيد كما يستفيد الرجل يجوز لها أن تتقاضي عند القاضي و أن تأتي عند المفتي و أن تتعلم مثلا كل هذا جائز المحرم إذا وجد القصد النية بأن يكون النظر نظر شهوة هنا تأثم المرأة بارك الله فيك